امشي لي قدامها جماعة بصراحة كده انتو عارفين الوضع ده خطير يعني الوضع خطير جد يعني فانت شير وخلي الله يفديه يمشي لي قدامه كويس فنحن نواصل نواصل كويس الله يفديه نواصله زي ما انا قلت لك يعني الوقت الراحي وضع شنو ولازم الناس دي ان احنا اشهد يا جماعة كل متحمة مش بريء حتى ما تثبت الانته كلام جميل احنا ما عارفين امار البشير ده مرتكب جرائم جرائم ضد الانسانية جرائم عبادة جماعية اقتصاب وقتل والجنجويد والمرتزغة دي كلها امل امار البشير امار البشير الآن قاعد يلملم في اطرافه طيب دارين نعرف امار البشير بلملم في اطرافه كيف ودارين نكشف الملفات بدات المتحري الماسك ملفات امار البشير منو هل انتوا عارفين المتحري الماسك ملفات امار حسن احمد البشير منو الملفات بدات امار حسن احمد البشير الآن ام محمد الحسن اللمين محمد حسن الأمين ذو المؤسس في الحركة الإسلامية وكان والي ولاية الشمال كردفان دا الماسكة الملفات هسي حاليا الماسكة ملفها بتاع أمر حسن أحمد البشير الاعترافات بتاع أمر البشير كلها ماسكينها ضباط تعبير للأمن الشعبي سمع الكلام دا قويس وعملوا شيروا لايك لأنوا اللايف دا مهم نحن دايرين نطلع مليونية نطلع مليونية عشان نطالب ونجيب في الشارع وما حنرجع وراء أصطن اللي بعد ما يسلم أمر البشير لله عشان نحافظ للنادل ما يقتلون يا أما النادل بصفوهم وقضية السودان هتجب هتغير تزعين درجتان هتتغير اسمه الكلام دا كويس وخطوا في بالكم وكلنا بيحمنا أنه نحن نعرف الحركة الإسلامية دي جزورة وين وأمر حسن أحمد البشير سنة تزع وتمانين لمن هو جابه من قرب النوير وجابته الحركة الإسلامية ومسكه الحكومة دي ما فاق ما فاق ما فاق ما فاق أول حاجة أخي قير الأملة قير الأملة قامت قبض القروس كلها جابا قاعد شوية كده العملة العملة الجديدة جزاة جو قال لا 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 قير دينار عشان يخشوا فيه شية أشية إتنين وتزعين قير عملة السودان دي لدينار من جنة لدينار السوداني تذكروا الكلام دا قويس الدينار دا ماشي ماشي مااشي مااشي لحد دي جانس سنة 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 سبعة وتزعين جو قال لا المجد THEO early on destination اتا مالاق مع الدينار يجد غيروا القروش قيروا الدنار دا بجنة قاموا غيروا الدنار دا بجنة تاني تذكروا انتوا الكلام دا قويس فعمر البشير وراه حاجات كتيرة وراه ملفات سرية ملفات بتودي ناس كتار جدا في ستين الف داهية ما اسمعهم مجد اسموه كلامي دو كوي ولا في ناس عارفينهم وناس لو جيت لقيتهم عاملين شركات خارجية وقاعدين في دول برة في جزء منهم قاعدين في الصين في جزء منهم قاعدين في اليابان في جزء منهم قاعدين في أمريكا وفي أوروبا في أستراليا اسموه الكلام دو كوي يسأل بقوله لكم وعمل شير ولاي في ناس متورطة وفي شركات أجنبية متورطة في ملفات عمر حسن أحمد البشير وعمر حسن أحمد البشير إذا نحن حافصنا عليه وسلمنا له إلى حاي عمر البشير حيسلمنا راس العفعة بتاعت روسيا تمت كيف والسفقة بتاعت الروس تمت كيف والروسيا دي ليه جابت أربع طيارات خمسة طيارات سلوخي وبكم مليار والقريجات من وين والروسيا بتدعم الحكومة دي لمدة خمسين سنة مع الحركة الإسلامية المصلحة وين فيبقى أنه نحن عشان دارين الدولة العميقة دي عشان نحن نفكها الدولة العميقة دي مدرسينها الروس شغل بداية التارية السوفيتي مبنية ببنى عميقة جدا فأنت ما تفتكر أنه السورة دي ممكن تنتهي بين الليلة وبكرة أو ممكن تنجح بين الليلة وبكرة لا أبدا الموضوضة طويل الموضوضة مهما نشرح إليك ما عشان نخوفك لكن دارين نوريك أنك قلت عشان تمسك الشغل اللي تمسكه بالجدية ما قصة دارنا قلت تخطير عمر البشير في السجن إذا روسيا شعرت أنه عمر البشير في ملفاء سرية هيتكلم فيها ملفاء سرية بينه وبين مخابرات الروسية بينه وبين الرئيس الروسي إذا ما شاء الله هاي عمر البشير هيتكلم هيتطلق كل الكلام ده وده من مصلحة الـ FVI الأمريكية ومن مصلحة جمهورية السودان والكلام ده الروسية ما هتقبله والصيب ما هتقبله عم الشير ولايك يا جماعة بسينا ما قاطعنا من الليف صح القطعنا من الليف شنو الليف P ajudar القاطع شنو القاطع عدم الشير عدم الشير وعدم اللايك يا خاة عم الشير وعمم اللايك أنه إنت مش بهمنا الوطن لازم نعرف الملفات دي ملفات عزبه عمر حسن أحمد البشير ملفات خطيرة ملفات عمر حسن أحمد البشير ونافع لنافع ودكتور اسمونده 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 بقول ليشونه استاذ علي اسمان محمد طاحر والكوادر بدأت الحركة الاسلامية الناس ديل ملفاتهم دي ملفات بتحدد أمن بتاع الدول الدول قبرى والدول دي ما بتقبل بدينها اسماء كلام ده كويس وما هتقبل بأسرار تطا حتى لو شعب السودان ده كل يموت وده كلام لازم تخطه انت كثوري لازم تعرفه كويس لازم تعرف ان عمر البشير ده اذا مش المحكمة الجنائية مش اسرار سودان بس بيطلعه ما بيجيب ناس الكتر وبس السودانين لا بيجيبه هيسأله والاستجواب هيتمك في كل حاجة علاقته مع روسيا كيف علاقته 40 سنة 30 سنة ماذا حصل في 30 سنة كيفية علاقتك وانت كنت محاصر بتجيب من وين الدعمات والاسلحة كنت بتجيبه من وين والمال لو كنت بتستورده مع منه بيجيبه شركات المحققين دين انهم شركات ما اسكنها شركات روسية شركات اسم اندا علمانيا اللي بالشيفة دي مبتقبل أنه عمر البشير دي ل blockchain ليه؟ لانه علمانيا الشركة الاساسية في الحركة الاسلامية في السودان اسمع الكلام ده قويس ألمانيا الشركة الأساسية والدعمة الرسمية لأخوان المسلمين اسمع الكلام ده قويس أنا بقولو لك ألمانيا الآن هي عندها أرباح من الشركة السودانية للاتصالات المحدودة سوداتين سنويا من داخل سوداتين بتطلق كم سوداتين والتين وما بأرفوا ليغ شركة زين والكلام ده كله كم بتطلق كم يبقى أنه في حاجات لازم تعرفوها قويس نحن عشان نطلع مليونية نسلم الناس ديل يبقى ان احنا مسلمنا الناس ديل للمحكمة الجناية الدولية الناس ديل سلمناهم للمحكمة الجناية الدولية ومسكوا بالأنتربول بقي استجوابهم غادي غادي أفريقية دلات تبتنون بكرة ما بتسمع ولا طلقة في مصر انا بؤري في مصر لماذا سسمع طلقة ليه؟ لان لعني عمر البشير لومشا في ملفات للاسيسي هتتفتح عمر البشير لومشا في ملفات في أريتريا ستتفتح عمر البشير لو مشهر لاهاي في ملفات لعدر يزدبي هتتفتح عمر البشير لما نمشي لاهاي في ملفات لسالفاكير ميار ديت هتفتتح ليه لأنه هم عارفين عمر البشير كان بدأم الحركات المسلحة في جنوب السودان كيف ومعروف جهاز بتاع دولة جنوب السودان وده شيء كله معروف وده كله راكب فيه علي اسمان محمد طه وراكب فيه نافع علي نافع وراكبين فيه القالات بتتحرك الاسلامية فيبقى انك اتك هزو الصوري وللشعب السوداني كله لو دايرنا الصورة دي تنجح وديرنا نحن نجيب حق الشهداء ونجيب حق الاختصاب بدات اخواتنا وامحاتنا لازم نعرف احنا كيفية نحافظ للنادر ونسليهم لله هاي وتسليم النادر لله هاي لازم يكون بشروط لازم نجيف نكفل الشارع ده بس نحن نجيف ما خليني من مجلس التشريع خليني من الحاجات السياسية والارزاجية بتاعنا الحركات المسلحة بيجو بفق دير كلهم مدارين عمر البشير يمشي لانه ملف عمر البشير تبورت ناس في داخل الحركات المسلحة اقسم بالله العظيم ليه هنا انا بوريكم بصراحة كده لانه ملف وقطر ما حتلعب هبيفتح موضوع قطر هبيفتح تركيا المخابرات دي ما بيتلعب المخابرات ما بيتلعب هل انه تركيا كانت مخابرات تركيا ما عندها خبر كيف عرفو كان اردوغان جاو انقلاب كيف عرفو الاشرع الف ولا تلاتين الف جندي الكان داري عملو انقلاب ضد اردوغان كيف هوي فكروا كويس كسوار انتو اهل مكة قال عدرة بالشعب ادرعي عبدالله الضعيف ده انا درعي انا رعي شخصي انه احنا نجيف في الشارع نسلم النادر قبل ما يصفوه وقبل ما يطلوهم مجانين لازم نجيف في الشارع نسلمه نسلم النادر كلهم والنادر بيجيبوا ملفات ملفاتهم السرية دي لازم احنا نستفيد منها عشان نقدر نبني دولة دولة جديدة دولة اللي بنبنيها دي دولة بتكون دولة دولة لها وزنها النادر لسه عندهم لسه عندهم اللاقاتهم الخارجية موجودة في امريكا لسه في ناس بتاع المخابرات تهدبوا للحركة الاسلامية في الحزب الشويعي قاعدين الان في امريكا عودوا مراكب عودوا مراكب زي نسات تلحاج ديل وغيرهم وغيرهم ديل الارزقية كتار تعبلي الموصد بتاعة الاحزاب الحسي حاليا قاعدة يا جماعة احنا ما نبعد نلعب بالثورة السودانية دي وما نبعد انا جريتكم ممكن كتير لكن دايرا وريكم حاجة واحدة شان الله يفدأ قطع وجتاني الثورة السودانية دي له دايرة تنجح والبشير دا دارين نحافظه عليه عشان نجيب حق الشهداء ونجيب حق الإبادة الجماعية بتاع الدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والظلم بتاع الشري والظلم مايو والظلم الحاجسي والظلم الجخيس والظلم سوق ليبيا لازم نفكر كويس لازم نفكر تفكيرنا يكون تفكير عمني تفكيرنا يكون تفكير عميق جدا ما يكون تفكير يعني بس صوري لا ما صوري خليك بتفكير بعيد المدى ما تفكير اليوم بكرة تفكير للشهر الجاي لو فكرت اليوم بكرة بيكون حملك داقي سيرو البيل دي البيل دي طويلة الناس دي اللي أنا زي ما قلت لك قبل كده وعزب الله من كل مدانة انت دخلت علي سبح محمد طاحب في السجن دخلت عمر المشير في السجن دخلت نافع في السجن دخلت كبر في السجن دخلت ما بعرف لك أحمد حروم في السجن لكن وين القادات اللي كانوا بيقودوا له الميدان؟ وين قادت أولاد كبر اللي كانوا في الميدان الآن قاعدين في الفاشر؟ وبتعلوا مزالك أولاد أحمد حروم القاعدين في جبال النوبة قاعدين أولاد أحمد حروم اللي كان شقال له القاعدين في اسمين ده في العبيدة لحد الآن بتبطوا بنفس حزاناته يبقى أنه انت دخلت الدبيب جوه وخليت عياله في الشارع والدبيب اتما وديته عشان تقدر تيجيب عياله الدبيب ذاته خليته قاعد ومحرسه لأولاده رأيك شنو؟ رأيك شنو في الزولة اللي كان بيجيب عربات كثيرة عشان يقدر يقتل المتظاهرين ده قاعد في السجن وينده تلفونه شقال 24 ساعة أحمد حروم وينده أكتر من 64 مليار جنيه سوداني موجود في داخل الولايات السودانية وبمصادر حقيقية كويس؟ عند قروشة الآن والناس شقالة والناد ده كلها بتجند والناد ده كل يوم بتجهز في نفسها مره يقدوها لك بحبيلة مره يقدوها لك بوين؟ انتو قاعدين بتسوي في شما ونجو نحن الصارع تجي انت تحتمد ليه لحزب أو تجي تحتمد ليه لحركة وقعت مع حمدتي يا زون هوي أسمع كلامي ده كويس لا تقول ليه شفت حركات مسلحة ولا شفت خيرا في حركات المسلحة ولا في غيرها ولا في زفت ندفق الكرور ده كله دايرين سودان بدون أي حيا دايرين سودان بدون أحزاب سودان بدون قحط والقحط اللي حتى فيها أحزاب سياسي أحزاب سياسي في جزء منها قحط احنا عيزوا الوقع بس ما ديتوا تدخلوني معاكم اسمك طلع مع القحط تدخلوني معاكم بس وما دخلوك ما شير قلت يدخلوك وما دخلوك احنا منزلين اسمك بعدين في دارفور دي يومين دي شايفين حركات المسلحة أي زول بدون قليفة حالها لام كل ستة بمحل وأعمل لي بيرك انت جبت شنو حققت شنو انت عشان ترفع للناس ديل وترفع ليلة على ما كنت عملت شنو حققت لنا شنو انت في المؤسكرات كحركات مسلحة جبتوا لنا شنو هل أنو سلمت البشير لحايا هل أنو الاختصاب يقف هل أنو جبتوا المنظمات الدولية انت ما جبتوا حاجة شنو يعني جبت حمدوك دارفور يعني شنو حمدوك شنو حمدوك ما جابوا الشعب السوداني جبتوا لحركات المسلحة ولا شنو يا جماعة في كلام لازم الناس تنتبه له الناس اللي قاعدين في المؤسكرات ما دا قاعدين تبيعوا في دم الناس هاقي أي ناس عمل لهم علم كده شاعلينه حركة فلان الفلاني حركة فلان الفلاني دا كلام فاضي يا ظل ما دارين تنظير بتاق قوة ولا الجنوب دارفور ولا الشمال دارفور ولا القرب دارفور ولا دوسط دارفور كلام دا بيه محلياتنا لازم ننظر له نظرة كاملة لازم ننظر له نظرة كاملة لجان المقاومة دا دوركم انتو دا دوركم لكن كالشعب السوداني كله لدائرين قضية السودان وحل قضية السودان وحل قضية ما تموت ما تقلوا المخابرات العالمية او الدولية تصفي عمر البشير وجماعته اسمه الكلام دا كويس اسمه الكلام دا وخطوه في اعظانكم ملف دارفور ملفات السرية بتاعة العمن الشعب الامني والفضائح بتاعة القادات خط احمر اي زول بتعدى للبتاعة دا بالقلمة الاحمر دا بيقتلوا له بقى عمر البشير ذاته بيقتلوا ما تقول ان عمر البشير قائد في كوبر ولا نافع قائد ممكن كلهم ان ليه الصباح تلقى مبيتين بحرفا لانه نازل هم حريفين جدا بيقتلوا بخبراء لسه الخبراء الايرانيين موجودين في السودان موجودين لحد ديو ملينا مع الروس كلهم موجودين الخبراء الروس موجودين والخبراء الايرانيين موجودين والخبراء الاتراق موجودين والباكستان موجودين والحنود موجودين امشي من الجيل وقدام الزلط قدام هناك الزلط اللي بمشي غريب دا أمشي المهل لكي شوف الناس دي قاعدين ولا ما قاعدين أمشي التصنيع الحربي اللي وده بره ده أمشي بالناس دي قاعدة ولا ما قاعدة أمشي بالناس دي هناك بالسيفة شنو الناس دي قاعدة ودي دولة الآن هما بيعين لك انتوا بالسوفة شما ولو طار العمر شعب السودان دي كله لو يموت هما عندهم هك شغلة دي حاجة تانية لكن هما مصالحهم قبل كل شيء مصالح أجهزتهم الأمنية قبل كل شيء تاني التحية خاصة لأسرة الشهيد نزار ربنا إن شاء الله تقبلوا قبول حسن وشهيد نزار وما شهيد أسرته شهيد الشعب السوداني كله شهيد الشعب السوداني كله وشهيد الأحرار كله أي إنسان حر من أين ما كان فيبقى أنه إحنا لازم نعرف ماشيين وين طيب خليفة عبدالعزيز داري نعرف خليفة عبدالعزيز يا أخواننا في المكتب جيبوا لنا خليفة عبدالعزيز ذاكي لاني شوفوا هزاته شما يدبع لانه خاطت لنا شعار بتاعة اسمه حاجة يسمى تجمع المهنين تجمع المهنين دا انتهى ما في حاجة تاني ما في حاجة تاني ما تخطوا لنا شعار بتاعة تجمع المهنين تجمع المهنين دا انتهى خليفة عبدالعزيز هس نلقو قم من دارفور هس نلقو من دارفور قمان نشوف وين البعشم والله احنا يومندل الان يومندًا وين بيجوين ايه نجل من قلوبة ما عندنا لك اي حاجة ما عندنا لك اي حاجة ما عندنا لك اكشة كله كله ما تقول لنا قال تجمع المهنين وو القهط تجمع المهنين هذا القحط الذي خلقه ذاته تجمع المهنين يهو القحط وإن شاء الله قبل ما نختم اللايب نقدر نجيبك نقدر بس نجيبك لأنه مرات الناس تكون شنو مشغولة وقت تشوف الرسائل نحن 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 نحافظ ونحن نحافظ للمتحمين يعني نحافظ عليهم كلهم لكي نطلع الزبدة لكي نطلع الزبدة لكي نرى الناس ونحن نرى الناس ونحن نرى الناس لكي نرى الناس ونحن نرى الناس ونحن نرى الناس ونحن نرى الناس نحن نرى الناس لأنه كان ممكن الرسائل دي استلمتها قحط وقحطي لابد هي كانت السبب الرئيسي لأنه قحطي قتلت زولها قبل كده قحطي قلصت من زوله وفرشت له أكلت معهم وكرمت ومرقت خهمتها لابد نعرف فالأحزاب قحط إلى الحرية التغيير قحط تجمع المحنين قحط لأنه باعوا السورة السودانية وكذبوا للشعب السوداني وأكلوا دم الشهداء والآن قاعدين يتملسوا مع الأحزاب السياسية يجيوا وقلوا لك قال نحن والله نحن دارين حافظ للسورة حافظوا بالسورة بتاع شون أنتو أنتو بتحافظوا للسورة أنتو أكلت السورة ما أقوله يا أخي ما أقوله تلعبوا للشعب السوداني لسا تكذبوا علينا لسا قاعدين تكذبوا لسا تكذبوا يا أخي أنت هي صابر تردف تحياتي لك كثيرة حبيبية كويس فيبقى أنه لازم نحافظ أول حاجة نطلع مليونية لجانا المقاومة لازم نعمل مليونية ونكفل الشوارع خليفة أملو خشمك تراب منها السي كويس لازم ماليشا جماع أنا لابد لابد أشيب خليفة خليفة أم مهم لك لازم أشيبه ترجمة نانسي قنقر